ناخد اخبار بقى سريعة طاهر يعود من لندن واجتمع بجاريدو غدا انا بضم صوتي لصوت الكابلن ساميد زاهر ان المؤنس محمود طاهر يتمسك بجاريدو حتى نهاية الموسم وجهة نظر الشخصية وممكن تكون غلط على فكرة لان كل المؤشرات وكل الكلام رحيل جاريدو ولكن دي وجهة نظر خلصة الوجه الله تعالى وليس سينما يحصل على مليون جنيه من الاهلي طب كويس وطبق السينما مبلغ مليون وطمانمئة الف جنيه عايز اقول لكم ان دي برضو جديدة في النادي الاهلي انا اول مرة اعرف برضو ان حد في الاهلي اخت كام وبايله كام الحاجات دي برضو لازم ادارة نادي الاهلي تخلي بالها منها سعيد اجتمع عبدالصادر المناقشة ازمة جاريدو الدكتور احمد سعيد نائب رئيس نادي الاهلي بيعقد جلسة مع كابتنا عبدالصادر الاتنين الحياة شخصيات محترمة جدا وشخصيات هادئة جدا ونتمنى ان شاء الله بإذن الله الخير لنادي الاهلي انا مش شايف يعني مش عايز اقول لازم يرحل لازم يقعد الافضل تعملوا قدارة النادي الاهلي وانا الحقيقة من اشد المؤيدين اللي كابتنا عبدالصادر وكابتنا نوايا الجمعة الحقيقة يعني اقده بشكل طيب جدا زي ما قلتلكم النهاردة عندنا تغطية خاصة من بلجيكا مباشر مع مهيب عبدالهادي لقاء ما بين لرس البلجيكي وسيركل بروج ويعني عندنا تغطيات الحقيقة خاصة اللقاء حيبدأ الساعة تمانية مهيب جيز معنا ولا لسه جيز وقطع تاني مهيب النهاردة الزهر محسود بس بس فين حيفضل ان شاء الله بإذن الله لحد ما يطلع ده لو السلك ده حييجي يعني حيشدوه لحد فوق لحد ياسر كده ان شاء الله بمشيئة ربنا حيطلع مش عايزة قاطع يعني عبدالفضيل يبحث عن عرض الخليجي مشهد شريفة عبدالفضيل ما تشلفات يعني يعني حظه وحش بإصابات كتير جدا رجع طرد قعد ريح الأمور متلغبطة معا نروح ست